بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا العزاء. اهلا ومرحبا بكم في شابتر سيكس. بارت ايه. ساستيند لود ديفليكشنز. بنتكلم هنا على موضوع الكريب. اللي هو بيزود الدفليكشن في الخرصانة. زي ما احنا عارفين ان في حاجة اسمها بمعنى نتيجة الديد لود واللايف لود. بيحصل ديفليكشن عندي على الشورت تير. على اللونج تير. قيمة الدفليكشن ديت بتزيد. على الرغم من ثبات الحمل اللي موجود. دي الظاهرة بنسميها الكريب او الزحف. فبنقول ان الكريب بيزود عندك السترين في الخرصانة. وده بيخلي الكرفيتشار اللي موجود بيزيد. فبنحط هنا كومبريشن ستيل. الكومبريشن ستيل دوت احد الفوائد بتاعته. ان احنا بنزود هنا الكومبريشن ستيرينز اللي موجود في الخرصانة. وبالتالي كمية السترين بتقل. يبقى دي الفايدة بتاعة الكومبريشن ستيل. انك انا عندي ديمينشن متعودين احنا نحط تينشن ستيل. ولكن احيانا بنحط الكومبريشن ستيل في منطقة الكومبريشن. على الرغم من الخرصانة الخاصية الاساسية بتاعتها مقاومة الضغط. لكن لو حطينا الحديد هنا. احد الاسباب بتاعته ان هو بيقلل الكريب. الساستيند لوت دي فليكشن بيساوي ايه? بيساوي لاندا معامل مضروف دلتا اي. حيث دلتا اي هو عبارة عن الاستانتينيس ديفليكشن. طب لاندا دي بتحسابها ازاي? هي عبارة عن زيتا على واحد بلاس خمسين في رو داش. حيث رو داش هي نسبة تسليح حديد الكومبريشن. اللي هي اريا ستيل داش. الكومبريشن ستيل مقسومة على البي دي. يبقى مجرد حسابة اللاندا بتضربها في دابلو اي بتحسب الساستيند لوت ديفليكشن. طب المعامل دوت اللي هو زيتا بيعتمد على الطايم. فبنقول لو انا شغال على طايم خمس سنين. اللي هي او اكتر. بناخد المعامل ده بيساوي اتنين. لو شغال على اتناشر مانس يبقى وان بوينت فور. سيكس مانس يبقى وان بوينت تو. سري مانس يبقى وان. طبعا الارقام دي كلها according to the ACI code. بنقول الدلتا total. يعبرها عن دلتا نتيجة dead load الاستانتنياس. بلاس دلتا لايف لود الاستانتنياس. بلاس دلتا دلتا نتيجة اللونج تيرم. بلاس دلتا لايف لود نتيجة اللونج تيرم. افتر بدي في الحالة دي اسمها الدلتا اتنجة. طبا الديلتا توتل افتر attachment of non destructive components بنقول انها عبارة عن delta total minus delta dead load instantaneous يبقى delta total تطرح منها delta dead load instantaneous يديك delta after attachment of non structural component delta dead load instantaneous دي عبارة عن percentage من delta load احيانا بنعطيها كنسبة والdelta life load instantaneous plus delta dead load instantaneous ديت نتيجة الفول dead load والlife load يعني بنشتغل على total dead load والtotal life load